السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اهلا وسهلا بكم مرة تانية في كورس جزء الراوتينج في الاول انا بتأسف عن انقطاع الفترة اللي فاتت ديت وان شاء الله دوت ما يكررش مرة تانية وان كنت في الفترة ديت ما ما يجريت كل حكتي او بدني الحكتي كلها على بتاعت الجديدة علشان نعرف نكمل اللي بات بتاعتنا كويس اه هنشتغل عليها تبقى افضل ان شاء الله تبارك وتعالى وكنا بنحاول من اول الفيديو دوت ان احنا نحاول نحط جزء فيديو اه صغير علشان اه نجلب به الانتباه اكتر وتحاولوا ما تسرحوش مني تحاول تركز معي كويس وانت بتسمع الفيديو اه علشان يكون اه بنحاول نجيب اكبر قدر من الانتباه في خلال الفيديو دوت. طيب احنا في الحلقات اللي فاتت ابتدي دا نتكلم على اه مقدمة على وعلى وعلى شوية يعني ومبادئ لل ودردشنا فيها شوية. وعملنا لها ببسيط قوي حاجات شوية حاجات كده. والنهاردة هنبدأ بقى زي ما بيقولوا هنبدأ في الجد. هنبدأ في الجزء. انا عايزك اه تركز معي جدا. مش هقول لك بقى من الحلقة ديت انا عايزك تركز من اول الكورس. اه ولكن في اه هنبدأ زي ما احنا اتفقنا كده ان احنا نشرح عموما ايه هو وهنبدأ اه كل ما نخلص جزء يعني مسلا نخلص بتاعة بعد كده هتلاقينا على طول بي اه نعمل لاب بسيط على زي ما اتفقنا في الكورس دوت علشان الناس اللي بتابع معنا او اه او احنا بنشتغل على وايس وايس كس او ارد وهزن احنا احنا اتكلمنا على الحكاية ديت في اكتر من فيديو قبل كده فانا بغنى ان انا اتكلم عليها مرة تانية فهتلاقينا نعمل ومنحط في اي اي او اس عادي. طيب اللي بيذكر بس اللي مش عايز اللي عايز ياخد مش عايز ياخد ده هيفلي معا في حاجة خالص تماما هو هيبين نسبة له شايف ان هو بياخد وفي راوتر منهم انا بس هعمل لك عليه شوية شو كوماند على ممكن تنجلاجته وتنسى الكلام ده خالص وتركز على الجزء العادي. بالنسبة اللي بيذكر آآ آآ روت آآ بتاع ده هيبقى جزء مهم جدا ان هي ايجار بيه مسلا مش موجود. فعشان كده انا حاولت ان انا بشرح عموما تاعم? بحط لك فيه كل حاجة اللي عايز يفهم بتاعة آآ الناتورك ده اعتقد ان هو يجيه هنا في تراكز صح ان انت مش محتاج ان انا عشان اخلص كورس ان انا بشرح دوت عشان تعدي الانتحان دوت او دوت انا عايز اشرح لك كونسبت مهم جدا تقدر تفهمه وبالتالي تقدر تنجح ان شاء الله في حياتك العملية بعد كده. تعالوا نبدأ نتكلم عن. من كل بيبقى لي بعض هو اللي بيعمل لها آآ هو اللي بيعمل البروتوكولز ديت علشان تبقى ديت لي اتبانتج عن اي تاني. فساسكو بالتالي بتحاول تشوف حاجة تبقى هي فيها افضل من الفندورز التانيين فبتبدأ تحط لك بيلبي الطلبات اللي انت بتحتاجها في الناتورك دوت ما بيشتغلش الا لو انت شغال على حاجات ساسكو. فبالتالي انت تلاقيك بالطبيعة بتقول انا آآ كنتورك مسلا ان هي تكون الناتورك كلها ساسكو وده الطلب بتاع آآ آآ اي فندل يعني ان هو يقدر يستحوز على الناتور كلها علشان يقدر يعمل بتاعته وان كان آآ في الحياة العملية الافضل ان انت على قد ما تقدر تشتغل على لعلشان آآ حتى لو انت الناتورك بتاعتها كلها ساسكو بيز دلوقتي ما تعرفش بكرة ممكن يكون في ايه ممكن تفاجأ ان انت سواء علشان تعمل آآ ما بين اتنين وتشوف مين الارخص ما بينهم وتدخلهم قدام بعض وتاخد احسن فمسلا تدخل ساسكو جانبر وهواوي والكاتل وا 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 واتدخلهم قدام واتش بي مسلا واتدخلهم آآ مع بعض وتقدر تختار افضل واحد او افضل بالنسبة لك دا وتممكن يكون افشا آآ وا ممكن تكون ان ان انت هتروح لسيرف ذي معينة مثلا آآ في Нуar معين الفيندور دا وتقوي جدا في الحتة دي فتفاجأ ان الفيندور في آآ آآ ان انت عاشان تجيب اه تقدر تدخل الفيندور دوت مع النتورك بتاعتك النتورك بتاعتك كلها شغالة على بروتوكول على ساسكو فتبادية مشكلة. لو انت النتوارك بتاعتك كلها ساسكو فتعالوا نسمع ايه هو من البروتوكولز الرائعة جدا. هنشوف شوية كتير في اول حاجة سواء كانت او مش اللي هو ساسكو تاني حاجة ده تطور لو انتم فاكرين كده في كورس كده اه كنت شرحته من كم سنة او الناس اللي لسه مذاكرة اه كان كنا بنتكلم فيها على واتكلمنا على وكان في حاجة اسمها يعتبر بس اه عنده زي ان هو بيبدأ اه يتعرف على بسرعة جدا ولوف فري بروتوكول ما عندوش مشاكل فيه خالص اه فهو لو فري بروتوكول هنبدأ نشوف ازاي يعني واحنا ماشيين في هنبدأ نشوف الكلام دوت اذا ما تخافش يعني انا لما بقولك فيه واحد اتنين تلاية اربعة خمسة ستة هنشوفهم فما تقلقش من الحاجة ديت الفاصل كونفرجانس وديت من الحاجات المهمة جدا ايه يالفاصل كونفرجانس ان انا لو انا عندي ناتورك سوري انا لسه بقى برنامج البينت لسه مزبطوش على الجهاز الجديد بتاعي مسلا فسامحوني بقى الحرق ديت اه لو انا عندي ايه عايز اتكلم دي وحصل هنا فعلشان ايه توصل لدي عن طريق الباكب الوقت اللي هياخد فيه انه هو يدكت انه فيه وبالتالي يروح للباكب الوقت دوت هو الكونفرجانس من اسرع اللي عندها فاصل كونفرجانس اللي هيجربي طبعا دي ميزة رائعة جدا ليه لان دوت اه دوت بيفرق معاك جدا طبعا في اه الناتورك ان انت لو عندك اكتر من باس ولو حصل فانت بسرعة من غير ما تكسموا بتاعك تكون انت نقلت على فده يعتبر اه ادبانتش كبير جدا ليك ايه حكاية دوت لو تفتكروا لو اه في الناس اللي كانت با اه واحنا مندي انتروداكشن على ان هو كان بيبعت كل تلاتين ثانية مش بس ان هو بيبعت كل تلاتين ثانية. لا ده بيبعت. لا هنا اول حاجة هو مش بيبعت كل تعم? اه ولو بعت بيبعت بس مش بيبعت كامل. فهو بيعمل طب ايه الفرق ان انا ابعت كله او ابعت ده بيوفر الباندويتس اللي ميني الراوتر تدول لما انا اكون بكونسيوم الباندويتس كله في بتاعتي او بلاش بكونسيوم عشان ببقاش ببالغ ولكن لو انت اللينك بتاعتك هم نتكلم في سبيز صغيرة طبعا مش بنتكلم على سبيز كبيرة لو احنا بنتكلم على مسلا اه في اتنين ميجا وانت قاعد تبعت ابديت 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 فانت ممكن تفاجأ ان انت بتاخد من بتاعتك اللي بتانين عليها الديتا بتاعتك تمام؟ والديتا ديت كريتكال بالنسبة لك فانت اخدت جزء من الديتا بتاعتك جزء محترم علشان فبتقدر في ان انت بتكونسيوم لس باندويتس اللي عشان انت بتبعت الباب بارشال ابديت مساقبل اه مافيش مشكلة في الكلام داوت اه انا كنت اه مش عايز اللغبطكم في الي بابس St 옆 genome كنا نعمل بورتوكول ابدأ اشتغل ان انت هتطلق بط. وخصوصا احنا نشتغل كمان على ان احنا بعد ما نخلص ونبدأ نعمل كده مجموعة حلقة او اتنين او تلاتة عن ونديها محترمة نفهمها ازاي بتتكون وازاي ندي عليها وبالتالي نبدأ نعملها على كل فتلاقيها بالنسبة لك بسيطة وسهلة ومفهومة. بيسابورت من غير اي مشاكل خالص. وبين الروترز وبعض بالمالتي كاست. احنا كل ادهية موجودة زيادة عن الا اه بنسميه ال اه الا الا استنس فيكتور. اه لو تفتكروا في الريب ما كانش ينفع ان انا يكون عندي نيتورت زي كده وهنا سلاش سبعة وعشرين وهنا سلاش تمانية وعشرين وهنا سلاش تسعة وعشرين وهنا سلاش اربعة وعشرين كان آآ والكلام ده كان بيعمل مشكلة علشان هو ما كانش بيبعت الصابنت ماسك في الابضيت آآ الياجر بيبعت الماسك آآ هو بيستخدم ماسك بيبعته في الابضيت فبالتالي فهو يقدر ان هو يكون عنده ان انا يكون عندي آآ ودوت بيساعدني ان انا اسيف او آآ في حاجة رائعة جدا بيتميز بيها يعني ايه نفس ببساطتها بسهولتها تقدر تطبقها سواء كنت شغال للي سواء كنت شغال سواء شغال سواء سواء الانترفيز بتاعتك على بتاعتك على سهلة وبسيطة ومتشابهة مش محتاجة تعقيدات ولا محتاجة ان يكون لكل من المختلفة كل واحد فيهم ليه وليه حالة حاجة اسمها وحاجة اسمها وحاجة اسمها وحاجة اسمها واضحة مش زي ودي هنشوفها بقى في الناس في ساعة وطلوت فيها كتير اتمنى ان شاء الله ان انا اقدر اشرح حاجة زي طيب من غير ما يكون فيه لقبطة خالص ولكن بسيط جدا جدا في الحتة ديت ميزة رائعة عن مختلف تماما يعني عن في الجزء دوت لما بنقول ان المترك معقدة انا مش بعيب في المترك ديت لكن انا بقولك ان هي بتعتمد على كزا اعتمادها على كزا ده بيديها الدقة ان هو مش بيعتمد بيعتمد على وعلى 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 كزا حاجة الكلام دوت بيخلي اختياره دقيق جدا ميزة تانية رائعة بيتميز بيها لوحده اللي هي اجار بيه عن التانيين اه ما عادة بقى لو تده نخش بقى في وحاجة زي كده ان هو بيسا بورد ان ايكوال لوت بلانسينج يعني ان انا يكون عندي ايه عايز يكلم ايه عايز يكلم دي فمشي هنا سبعين في المية ومشي هنا تلاتين في المية اه لا رائعة اه طب وانا احتاجها في لها تحتاجها وانت بتعمل ديزاين احيانا تحتاج حاجة زي كده عندك ومليان على اخره ما ينفعش ان انا نرمي الباست كله ناحية التانية فانا هاخد من الترافيك انا من ناحية التانية يقدر يساعدك في الحكاية دي لانه هو بيسا بورد اه الان ايكوال لوت بلانسينج هو ارت بي بروتوكول بيران ابوف الاي بي لير از اتس اون بروتوكول بيشتغل في لير فور اللي هي جار بي بيبعت سنجل مالتي كاست هلو باكت فيها كل الانديكاتور اللي بتانفورم ان الباكت دي مش محتاجة اكنولوجمنت الاي اي 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 بي بيبعت هلو باكت لكل الناس بيقول لهم انا موجود فاكرين احنا كله احنا قلنا اول حاجة فيه ان هو في بيعرف بيعرفها زي ان هو اول ما بييجي اول واحده بيبعت سنجل مالتي كاست هلو بيبعت فيها اللي بتبين اللي بتقول يعني بيبعت باكت هلو وبيقول لهم فيها ما تردوش على هلو دي انا بقول لكم بس ان انا موجود طب معنى كده ان كل الباكت طب المفروض ان هو يكون في اه اه هل هل بقية الباكت مش محتاجة لا بقية الطايم بتاعت الباكت زي الابضيت الباكت ديت بتكون ان الباكت ديت محتاجة يبقى هو عنده الخاصيتين ان هو ممكن يبعت زي ما هو بتاعته اول ما بييجي بيبعت للناس كلها يا جماعة اه خلي بالكم انا مش محتاج ابضيت تمام انا بقول لكم بس ان انا موجود لكن لو انا ببعت ابضيت انا محتاج من الروتر اللي قدامي ان هو يقولي ان الابضيت ده وتوصله انا محتاج من اه 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 انا ببعت اه اه ان الباكت واقعت اه ان فيه فلير عندي ان انت تديني ان انت عرفت ان فيه فلير عشان انت هتقضيت الروتر بروتوكول بتاعي الاجر بي اوبريشن اوفر فيو اه اه هنديك بس اه معلومات كده سريعة الاجر بي عنده تلاتة سري تيبلز اول حاجة فيه تيبلز بيتعرض فيه على النيبرز بتوعه تمام النيبرز دول اللي اعرف منهم يعني انا كراوتر واصل بي تلاتة لازم اعرف ان انا الابضيت كله هجيلي من التلاتة دول فهو عنده تيبل معرف في النيبرز وعنده تيبل معرف في مش علشان اوصل انا عندي اكتر من اكتر من باس اكتر من باس دوت انا حاطتهم في التبولجي تيبل فيهم افضلهم ده في الروتنج تيبل يبا هو عنده نيبر وتبولجي ممكن نبص عليهم بسرعة زي كده راوتر اول ما دخل في النيتورك بيبعت هلو مسج بيبعت للناس كلها يا جماعة انا موجود راوتر وان ولو راوتر دخل بيبعت برضو هلو ايام راوتر تو يبقى هو هو بيبعت له هلو الاول الهلو ديت فيها كل علشان يبدأ منها يبقى اول حاجة ان هو اول ما بيخش بيبعت هلو التاني عارف ان هو نيبر فيبعت له هلو ويبعت له معها كل قولنا ان ده يعتبر قبضيت صح? يعني دي هلو عادي لكن ده قبضيت. القبضيت ده محتاج فبيرد عليه وبيقول له انا وصلني. انا طبعا احنا دي يعني دي مسج بتحاول تبسط لك. ايه هما يعني اكيد مش كده. فان الباكت دي وصلت متشكلين جدا. اه الواجب ده وصل. بيبعت برضو الابديت دوت في الكمبليت اللي هو يعرفها. الكمبليت كل اللي يعرفه دوت معنا كده ان نبدأ نبيلد مش الهدف منه ان احنا نختار افضل الهدف منه ان احنا نبدأ نتعرف على بناء عليه هيبدأ كل واحد بيكانازم اللي هو شغال بيه. يعني مثلا شغال بالدول الميكانازم اللي هو شغال بيه وهيبدأ يبيلد بتاعه بيقول له سانكيس وده بتاعي. وبالتاني والتالي برضو بيبدأ يعمل الدول الجرازم بتاعه على تبولجي تابل ويبدأ يشوف تابلو يبقى ببساطة من الرسمة دي رسمة بسيطة تفهمك. هو عنده كم تابلز. عنده سي تابلز التابل الاولاني فين تابل. تعام? اه اللي هو بيبدأ يتعرض فيها على كل اللي موجودة والتابلز التاني اللي هو بيقى فيه التابل والتابل الثالث اللي هو فيه علشان اه نكونفيجر دي اله اه زي ما احنا قلنا ان هو مش مختلف ان هو سيمليس فاكرين وانا بقول لك سيمليس كونكتيفتي اكروس اول داتا لينك لاير. هو ده اللي انا قصدي عليه هنا. الكونفيجر سواء على سواء على سواء على وحدة. مش محتاجة عشان فتبدأ تقول لك احنا وينيد تعرف يا اخي ده حتى لقص بف تعيبنا في الانترفيو. يعني كل ما تيجي تعمل انترفيو لحد او الناس اللي بزاكب علشان رايح الانترفيو يقول لك هو اكيد هيضحك عليك في الارياز ويسألك في الارياز ودي ستاب ولا مش ستاب وستابي ولا مش ستابي. وهو الابديد دوت جاي من ارية زير ولا من ارية وان دوت وصل على فريملي ليه فهتبقى حالته ايه? لا لا يعني مع ان هو فاست وان هو الابديد بتاعه سريع وان هو اه في ان انت تبدأ تقدر تعمل اكتب من اه اه انا اكوال لوت بلانسنج وي مع كل دوت الكون فيجريشن بتاعته بسيطة وغير ان الكون فيجريشن بسيطة الكون فيجريشن واحدة وتبر الداتا لينك بتاعتك او الوان كونكتيفتي اه 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 اللي انت بتبدأ تتوصل بيها بي النيبرز بتوعك. انا هديكم هنا update سريع وكنت اتمنى ان انا اعمل لاب بس انا مش عايز اطول اه في الفيديو فانا هديكم اه شوية حاجات علشان لما نيجي نعمل لاب تبقى واضحة بالنسبة لكم. لما تيجي تتعرف على النيبرز بتوعك بتعمل اسمه اي بي اي اي اج ار بي نيبر. انت بتعرف النتورك ازاي? ببساطة جدا انت بتكتب راوتر اي اي اج ار بي بتكتب تحت ايها النتورك ديت. احنا اخذنا الكلام دوت في وحنراجع عليه بسرعة. احنا اخذنا وبنكتب قطنوة اسمية وبعد كد نكتب نتورك وبنكتب نتورك ويهيه مش محتاج ان انا عيد انا محتاج اقول لك راجع الفيديو بتاع اللي انا كنت شرحته في سيسي ان ايه? تعم? هحاول ان انا اجيب لك اللينك بتاعته ويهيه علشان ترجع له تاني احنا عايزين نمشي بقى بسرعة مش محتاجين مش عايزين ان احنا نرجع كل شوية الورا لو حد عنده آآ لينك سريعة آآ يجيبها وانا ان شاء الله هصير شوية ويجيب لكم اللينك دية آآ آآ هنكتب نتورك كوماند وهنعرف النتورك كوماند اللي عندنا وهده اللي هنشوفه في و هنبدأ نتعرف على آآ آآ قبل تعالوا نكونفيجر بسرعة علشان تبقى المعلومة سابقة ونبقى ناخد المرة التانية آآ آآ ابتدينا نرجع انا قلت قبل ما نتكلم على آآ جزء تعالوا نتكلم نعمل لاب سريع كده فانا عملت لاب بسرعة او مش عملت يعني انا هعمل لاب انا هعمله معاكم دلوقتي اللاب دوت فيه ار وان وار تو دول آآ آآ ايو اس عادي وآآ شوفت كده مخلي لك الاكس ار اخضر شوية احنا اكس ار وانا اكس ار تو اه انا عامل معين او انا كنت اكلمتك بكده ان انا مسلا اللاب بتاعي زي ما انتا شايفوا كده على الشاشة هو انا موصل كل الروترات اللي عندي سواء عندي تلاتة اكس ار آآ انا لسه بس بابلد اللاب بتاعي فانا على اللاب جديد فانا مسلا عندي اربعة اكس ار مسلا وعشر روترات. انا هدتهم كلهم على واحد وهبدأ اعمل آآ عن طريق دي دي اللي بيسموها آآ لكن باللوجيكل انا ممكن اخليها كده ازاي? ان انا مسلا انا هعمل هنا دوت وان كيو آآ بيشيل آآ مية واحداشر. فيبقى انا كيني وصلت الاتنين ضربوا بعض. وبعمل آآ دوت وان كيو اتنااشر مسلا. تعالوا نشوف دي ببعض. انا قظي ان انت ممكن ده حتى يسهل لك اللاب بتاعك ان انت تعمل حاجة حاجة مسلا انت توصلهم كلهم على سويتش واحد ازاي ما انا عامل كده وتعمل عليها كل اللابات اللي انت ممكن تتخيلها. تعالوا نشوف الكلام ازاي? طبعا انا مش هقول لك ازاي اشتغل وتوصل احنا عارفنا حاجات زي كده. آآ انا هنا كمان حطيتهم على انت عارف طبعا ان انت لو جيت على اي لوتر وقفت عليه هيبدأ يقول لك ان هو في كزا. فانت ممكن في بتاعك. بتعرف له. آآ طبعا مية سبعة عشرين زيلو زيلو واحد ده عشان هو على الجهاز عندي. وبتعرف له يبقى انت دخل عليه كده كونسول بأساس ان هنا الدنيا بتبقى افضل شوية. تعالوا نشوف ايه او ساب انترفيس اللي انا مكاريتها انا مكاريت ساب انترفيس ما بين واحد وحداشر وما بين آآ دوت آآ دا اكس ار تو دا اكس ار سري سري. تعالوا كده نقول آآ دول بتوع اللابات تانية انا اشتعى بيهم. شايف انت كده بتوصل اي لوترين يعني انا كنت ممكن على فكرة شيء الكلام دوت قبل قبل الفيديو. الموضوع بسيط بالنسبة جدا يعني. ولكن انا حابب ان انا ورديك ان انا شايف آآ بسيط قوي ان انا وصلت كده. مؤسر كده عندي ساب انترفيس واحد بس اللي هو مية واحداشر دوت انا موصله آآ انا موصله بآ حداشر انا عندي الاكس ار حداشر والاكس ار اتنين اتناشر. وعندي راوترات واحد واتنين وتلاتة واربعة. على فكرة في الناتورك بتاعتك انت محتاج تعمل كده. محتاج يكون عندك سكيم للاي بيز بتاعتك. علشان ما تطلق بطش في شغلة خالص. تعالوا آآ كده نقول ان انا عندي الانترفيس مية واحداشر خطط له مية واحداشر ومعرف عندي آآ واحد واحد. انا كل اللاب بتاعي يبدأ واحد واحد في النص دول الاي بيهات ما بين الراوترين اللي قدام بعد واحد وحداشر وانا واخد واحد. طبعا هيبقى حاجة شابه كده. برضو عمل له مية واحداشر وحطط له واحد واحد مية واحداشر بس عشان ده راوت الرقم حداشر فانا حطط له حداشر. آآ انا لسه ما رانيتش اي حاجة خالص. هممكن نوقف الصوت المزعج ده. وكده شايف الراوتر عادي جدا. وانا برضو هحاول شوف ايه صبا اللي كريتد عليه. هو واصل كمان بالكس ار تو. مفروض ان هو ببنجالي لا تعالى نشوف XR2 نشوف XR2 طيب هو بس كان في حاجة مع النجا وخلاص ضبطناها احنا عارفين حكاية ان لو في اي بعد ما نضحقه بنشيل اللينك ديتو بالخطات تاني فهو ده بس اللي كان مهيس معنا اه انا بانجل بتاعي وبانجل بتاع الاولاني وانا عندي ده بس جديد تماما بعرفه بعرف الانترفيس اه الجديد نشط واعرف سي دي بي علشان اعرف اه احنا محتاجين نقفل بس الحاجة الدية طيب لشان سي دي بي انيبل سي دي بي انيبل اه بنعرف الانترفيس الجديد اه ما بين واحد الاتنين فهيبقى سابنة اللي في النص اتناشر بما اني ده راوتر اتنين هيبقى بتاعها اتنين. سلاش اربعة وعشرين. بيقولك ان الاي بي دوت اه محتاج نويب. تمام? وهنيجي على كمان ونعرض عليه نفس الحكاية ديت. هيجي هقول انترفيس فاصل زيرو على زيرو. اتناشر. واحد واحد اتناشر. واحد ماتين خمسة وخمسين. وحاول اتشك الكوليكتيفتي. واحد واتنين. تمام? يعني يبقى هو واحد واصل بواحد واتنين هنا واصل بهنا. يبقى انا كده حققت ايه الرسمة ديت. هعرف ما بين الاتنين دول والاتنين دول والاتنين دول ونشوف الدنيا تبقى عاملة ازاي على ايس العادي. اه وهنعرف على كل واحد. يعني مسلا لو قلنا هنا نعرف دوت دوت موجود هنا علشان نتسب ان الدنيا بتوصل. اه هنعرفها وقول لكم في كونف تي راوتر اي اي جول بي مية. مية ده اتنوم السيسم. احنا ادينا مقدمة على اتنوم السيسم وايه هو في الحلقة اللي فاتت يريد ترجع لها بتلاجع دوت. بيحتاج في بتاعته ان انت تعرف له الاتنوم السيسم اللي انت مستخدمه. طبعا احنا كلنا في واحد. ويتعرف له اللي هي بتشير معاك في الابطين. دي مهم جدا الجزء دوت لان الناس بتفتكر ان اللي انت بتبعته دوت. اه اللي بتحطه بتحط له دوت هو اللي بتبعت عليه الابضيت. الابضيت في الناتورك دي انت بتعرف له الانترفيس والشير اه في ما بينها وبين الراوتر التاني. يعني انا مسلا هنا عندي بابضيت على الانترفيس اللي هو اللوب باك. فانا هبعت له هكتب بتاعت الانترفيس ده هو. هعرف مسلا الانترفيس. عشان كده انا دايما بحب الصلاحة ان انا اكتب الاي بي بالزبط بتاع الانترفيس علشان لو في انترفيس مش عايزه يشير في الابضيت ما دخلوش. تمام? اللي هو مسلا الانترفيس التاني. طبعا ده ده انتو بقى عارفينه احسن مني. اه احنا قلنا ان انت ترجع له كورس بتاع اللي فات. هيبقى واحد 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 مية واثناشر دوتو. تمام? روطر اي اجور مية ويه بتقوله نوه اوتو ساماريك علشان تشتغل لهم هم مش عباعد وهو ان احنا معناش مشكلة دات لان هم كلهم سلاشة البعckså وعشرين. بنعرف على الروتر التاني. روطر اي شور بي مية. ويه بعرف له اه انا اسف اه هبدأ برضو بس اعرف ايه في الاول علشان نشوف بس ان هو هيبعثه ولا لأ فانا عرفت سريع وهنا حامل راوتر اي مية واحد 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 اه انا بعرف الانترفيس بعرف الانترفيس مش بقول ده اللي هيبعث قضيط واتناشر واحد وبعرف الانترفيس التاني اللي هيشير في الروتنج تابل هوب لقط شفت على طول جالك على طول ان في الدول اللي في قامت ما بين الاتنين دول وبعض هيبقى انت تعمل هيبدأ يجيلك حية دي ده اسمها دي ده يعني 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 بص بقى هنبدأ نتعرف على كزا حية وده لانا كنت عايزة اقرارها لكم بس انا كنت محتاجة اعمال لها لكن هاتشو اي بي اي اي شار بي نيبورز هيبدأ يتعرف على النيبورز بتوعك هنتكلم واحدة واحدة عن مين دول طيام? اه طب انا لو عايز اعرفه في في الاكس ار في الاكس ار الموضوع بسيط برضو انا هعمل راوتر اي اي شار بي راوتر بس لازم اكتبها راوتر اول راوتر اي اي شار بي مية ويجي هيجي هعرف له لازم اقول له ان انت ادرس فاميلي عشان يبهو عارف اه وبعرف له بعد كده الانترفيس اللي هيشير معي اللي هو دوت صح? اللي كان ما بين الاتنين كان مية واحداشر. والانترفيس اللوب باك زيرو. هو في لوب باك زيرو? لا مفيش لوب باك زيرو فانا محتاج ان انا اعرف انترفيس لوب باك زيرو واقول له اي بي ادريسز. حداشر 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 سلاش اتنين وتلاتين. محتاج هنا تركز معي شوية. اه كمات داية علشان اه بيابلاي الكون في كريشن. وي يوبليكس ميسماتش. عشان هم بس هم كلهم على واحد احنا محتاجين احنا نعمل حاجة صغيرة كده. بس خلاص بس بلد. تعال كده نتفرج على الكون فيجليشن هنا. بتعرف الروتر والوتونما السيسم وبتعمل ادريس وبتحط الانترفيس. هو ده اللي انا كنت بقوله لك ان انت انا ما بتيجي بتعرف هنا. ان انت مش بتعرف ان انت عشان في ناس كتير فاكرة. ان هي في بتكتب لو هي سلاش اربعة وعشرين ما لازم اكتب زيرو 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 دوت متين خمسة خمسين. لا انت بتعرف اللي بيتشير معك. يعني انا كنت ممكن اكتب واكتب زيرو زيرو متين خمسة خمسين متين خمسة خمسين عشان اقول ان اي انترفيس بادي بتاع بوان وان. خليه شير في الابديت. تمام? علشان انا دايما بحبها بقى في اه جزء بتاعي فانا صراحة دايما بعمل دوت اربعة اصفار عشان هحدد الانترفيس. ده علمهاني او علمني الحتة دي. ان الاكس ار بقى ما بقاش بيقول له حطي الوارد كاردو ماسك لا بيقول لي حط الانترفيس اللي هيشارك في الابديت. اللي انا هبعت عليه الابديت بتاعه فانا ببعت انترفيس زيرو وانترفيس بصوا يا جماعة العملية بس هنا بدل شو هيبقى شو روت. بس واضح ان هو لسه ما آآ 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 لي علشان صحي كده. احنا حلو حلو ان انا بقى او ملاب معاكم وحاجات ما بتشتغلش ونبدأ نتفكر فيها. انا حطيت الانترفيس اللي ما بين اكس ار وان وراء لكن انا ما حطيتوش الناحية دي. وعلشان انا جدا معرف الانترفيس بتاعتي بس فمش هيشيرو معاين. لازم اقول له نتورك واحد واحد مية وحداشر واحد واربعة صفار علشان يشيرو مع بعض هتلاقي على طول قامت هتلاقي لو عملت له شروط بص سريع جدا جاب بتاع يعني انا هنا في اكس ار وان جاب بتاع اكس ار وان لو عايزين نعرف اكس ار هنيجي نكتب ايه? ايه انا انا عايزك تقول معيها ده لازم اعرف له ادريس فاميلي. ماشي? وهكتب له الانترفيس لوب باك زيرو. والانترفيس المبين وان. المبين اكس ار وان واكس ار تو. انا مش معرف ايه هو اللوب باك زيرو. اتناشر 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 سلاش اتنين وتلاتين. فيش حاجة اسمها كده في الدنيا. في حاجة اسمها اي بي ادريس ازقال ليها. واقول كومنت. لازم طبعا تيجي على اكس ار وان. وتخلي الانترفيس ده هو تيشارك معك ورده في الاضدات. ادريس فاميلي اي بي فيرجان فور. هقول له انترفيس جيك. اربعة اسفار مية واحد وعشرين. ده اللي ما بين اكس ار وان واكس ار تو. خلاص كده. تيجي نشوف هنا. اه شو روت. فيبقى واصل له لحد اتنين. مرة تانية ببساطة جدا. ادريس فاميلي انترفيس لوب باك والانترفيس التاني. عايز احط او مترك احطها تحت الانترفيس عشان تبقى سبسيفيك. في ال اكس ار عشان الناس ما تقولش ان انا بكتب بسرعة. معرف الانترفيس اللي ناحية ال اكس ار تو. والانترفيس اللي ناحية ار وان. بتاعي. هتلاقي بقى في الشوق هتلاقي فيه اتش. وشوية حاجات واحد اتنين تلاتة يعني انا لو جيت انا هوت. وعملت شو اي بي اي اي شار بي نيبر. هتلاقي عندي واحد وزيرو واحد ده وزيرو والادريس الفلانية. الاتش دوت ترتيب مين اللي اعمل اول يعني ده اعمل اول وعد كده ده وعد كده ده. الادريس ده ادريس بتاع النيبر والانترفيس ده الانترفيس اللي ببير عليه والهولد تايم دوت اه يعني ايه هو بيبعت اه يبقى الوقت اللي ناقص لو ما جالوش هلو باكت فيها هيعتبر اه النيبر بتاعه دوت دوت. الابتايم دوت هو قايم بقاله اد ايه اه الاس ار اه تي تي دوت بيورديك ده الوقت اللي ما بين اه ما بين ان الباكت تروح لللاوتر التاني وترجع تاني. اه اه دوت اه بيورديك الوقت اللي هيستنى لحد لما يبعت لو في حاجة في الريد ترانسوميشن كيو. الكيو دوت لو هو عنده المفروض ان هو يبقى بزيرو دايما لو هو في معنى كده ان هو اكبر من زيرو لو في ناتور كونجيشن ان هو في باكتس لسه ما بعتهاش. يعني احنا هنا تعالى نشوف كده تاني. زيرو واحد يبقى هو قوم دوت قبل ده. ده صحيح? اه. ار واحد عارف ار تو قبل ما يعرف اكس ار وان ده صح. ده صح مين مين. تعالى نشوف هنا هو. اه فعل عارف ار وان قبل ما يعرف اكس ار تو. تعام? ودي اللي هو عارف عليها. الهول تايم ديت لازم يجي له الهول باكت قبل ما دوت يخلص. احنا يبقى هنا بدنا تلات دقايي. باينيه هنا بقلنا. خمس زقاي. اه اه بالميلي ساكن طبعا. اه سبعتاشر ميلي ساكند. ويكيو ديت دايما مفروض تبكون بزيو. عندنا في حاجة تانية ممكن نتكلم عليها. اه. اه. خليه المرضى الجاية. شو اي بي بروتوكول وشو انترفيس. اه اه نختم بيهم الاتنين دول. عشان انا كيه طولت عليكم جدا. شو اي بي بروتوكول? يقول لك البروتوكول فهيقول لك طبعا ان بروتوك بروتوكول اللي شغال اي 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 جار بي مية و هيقول لك ان ال اا الوتونومات سيسم بتاعه مية و اه اا الديستنس بتاعته ناينتي و ان دوت ده الديستنس بتاعته اا ناينتي ولو عندي حاجة اكسترنل عاملية هيبقى وان سبنتي. هو بيجيب لك النيبر بيديك اه شو اي بروتوكول دوت بيديك يعني ايه شوية حاجات عن ايه الحاجات الموجودة عندك ودي ازاي هو بيحسب بتاعته وهنبقى نتكلم عن الكلام دوت بالتفصيل. احنا قولنا عاديين نعمل شو اي بي روت بيجيب لك ايه الروس اللي هو تعلمها بي هنقعد بقى من الحلقة الجاي نتكلم عن الجزء ده بالضبط. ده ودي ويحسب المترك ازاي هيبقى بقى كلام كبير قوي هنقعد نتكلم عليه المرضى اللي جاية. نفس الكلام دوت لو احنا عايزين نعمل هنا شو روت اي اي جار بي. عامليه هنا بسيطة جدا. بيجيب لنا برضو المترك وهنتكلم عن الموضوع دوت وشوه. هيقول لك ان البروتوكولز اللي عندك اللي ايه جار بي وان هو بيران على الانترفيس الزيت وبرضو المتسعين والاكسترنال دوت وهيقول لك دوتر اي دي بتاعه اللي شغال عليه هامية. فماكسمن باص اللي هو يقدر اه لو عنده اه اكتر من اه اكتر. لحد اربعة باصل سيقدر يعمل عليهم ديت كانت اكبر من كده بكتير. محتاج تركيز اكتر من كده. هنقعد فيه في حلقات تانية ان شاء الله تبارك وتعالى. اه هنبدأ نتكلم عن المترك وازاي بنحسبها ازاي بنعمل وازاي بنتأكد ان يحصل في الوقف فري ازاي حاجات كتير او هنبدأ نتكلم عليها ان شاء الله الحلقة الجاية تابعونا. اه الحلقة الجاية وقول لصحابكم الحلقات رجعت تاني. لا دي رجعت بفيديو. كمان علشان تبقى مركز اكتر. قول لصحابك جهز اللاب بتاعك. عايزك بعد كل لاب تعمل اللاب العمل بتاعه علشان نلحق نخلص الكورس بسرعة. السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة